هذا وأعرض معالي وزير الخارجية عن تقديره لما جاء في كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تأكيد على وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب حلفائها لضمان أمن واستقرار المنطقة والله مقدر للرئيس أنه حضر وتكلم وبين دور الولايات المتحدة أيضا قال كلام طيب عن الحلفاء حلفاء الولايات المتحدة وهذا نقدره جدا ويعطينا صورة أن هذا البلد الولايات المتحدة بلد حليف لم يتغير ولن يتغير وملتزم كما هو التزم في السابق مع حلفاء في المنطقة الأمريكية بينما يتحول نمط المواجهة مع الإرهاب يبقى انحسار سيطرة تنظيم الدولة المتطرف على الأراضي السورية والعراق أبرز إنجازات التحالف الدولي ضد داعش تحالف عمل خلال السنوات الماضية بشكل متناغم لهدف واحد يبدو أن تحقيقه بات قريبا تحول النمط في المواجهة جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي قال إنه من الآن فصعيدا لن تكون معركتنا عسكرية بالمقام الأول وهو ما يفسر إعلان الرئيس دونالد ترامب سحب قوات بلاده قريبا من سوريا المقاربة التي يتحدث عنها أغلب الساسة الأمريكيين هي أن انحسار سيطرة التنظيم المتشدد وهزيمة الإرهاب بشكل عام جاءت نتيجة الضغوط المتوالية التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها على النظام الإيراني باعتباره الداعم الأول للإرهاب وإلا فلم الربط بين استقرار سوريا وطرد أتباع النظام الإيراني من أراضيها نحن ملتزمون بدعم الحل السياسي في سوريا ودقى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 كما نعمل على إخراج كل القوات الإيرانية من الأراضي السورية مهمتنا مستمرة ولكننا بحاجة لدعمكم لإتمامها وتحقيق العدالة وإذا كانت طبيعة المعركة تتغير وفقا للوزير الأمريكي فإن ميدان المواجهة مع داعش هو الذي قد يتغير ولا ميدان أولى من ميدان مواجهة إيران لدعمها للإرهاب وتحركاتها العسكرية الاستفزازية وتدخلها المستمر في دول المنطقة ثمت خطط وبرامج توجه خطوات التحالف الدولي وتحركاته المقبلة في الحرب المستمرة ضد داعش أبرز هذه الخطوات مواصلة الضغط على النظام الإيراني وعزله لعدم تمكينه من دعم الجماعات الإرهابية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر